اشتركوا في القناة واحد للجلسة اللي كانت بامتياز كتتتكلم على تلقيح وكتتكلم على جواز تلقيح اللي هو في الحقيقة وسيلة اللي كتخلينا تأخذ لاندرنا فالأجراء كذلك لمحاربة هذا الوباء واليوم هو تحصل حاصل لانه انتو ما كتشوفوا الاغلبية ديال المغاربة استفدوا من اللقاح وهو كان منحوه للمستفيد من اللقاح عن طريق جوج ديال إما نسخة قبيلة للطباعة أو هي قبيلة تكون في المحمول ديال وكان عارفوا ان كل شيء يتوفر على محمول فبالتالي كل شيء يمكنه يتوفر على جواز اللقاح في مكان يكون معاه فهو داخل في السلوك الحضاري بغير المعادلة اليوم صعيبة باش يمكننا حفظوا عن الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والتعليم واحتى هذه الجلسة اللي حضوريا اليوم حضرناها ربما كان يمكننا انتكاسات قد لا تكونش حضورية فبالتالي كذلك بغيرنا نحفظوا عن الحالة الوبائية فهذا المعادلة هي جد صعبة كتبغي واحد شوية للمرونة وكتبغي كذلك واحد شوية لتدرج ولهذا كنقول بأن اليوم الجواز اللقاح يخلينا أن نعيشوا الاقتصاد وكنحفظوا على أماكين اللي هي اللي كي يرافقها كيمشي ولا زبنة باش ما يتخلقوش فيها بؤر وباقية ولا تكون مهنية أو تجارية هذا وكذلك من ناحية أخرى كنحفظوا على كذلك البلاد باش ما يكونش وافيد فيروسي جديد اللي يخلقنا انتكاسة ويخلق الناعة وتنية تدور وإحنا كنشوفوا أن البلدان في بعض الدول كيل اليوم على الناس اللي تصلات كتوصل على الحجر الصحي والإغلاق نحن في غيناء على هذه المسألة هذه خاصة نحفظوا على هذا المكتسب وهذا الأجراء هذه دخلها في الحفاظ على هذا المكتسب هو ليس بتقييد وهو بالعكس جابش يسهل للإنسان والشخص اللي يستفيد من اللقاح أنه يدخل الحياة الطبيعية تدريجيا من بابها الواسع في الأول قد يكون واحد تدراج لإجراء الاحترازية لما تكون المناعة الجماعية وتكون الحالة وبائية دول الجوار ملائمة فبالتالي نقدر نقولون إن شاء الله نتحرر الجرعة الثالثة كذلك هي مهمة لأنه لاحظنا أنه النس اللي كتمشي لهم المناعة من بعد 6 شهور كتضعف شي شوية ولا دخلوا إلاجات نتيكاسة فبالتالي تقدر تأثر على بعض الناس اللي عندهم هشاشة صحية ولهذا الجرعة الثالثة تبدينها علش النس اللي عندهم 6 شهور لأن النس اللي استفدوا في الأول من الحملة الوطنية اللقاح هم النس اللي في صفو الأمانية والنس اللي عندهم هشاشة والمسنين وإحنا غاديم تدروج إن شاء الله حتى نوصل لبر الأمان وشكرا تلقي حكي حميء من المضاعفات وكيخلي انتشار ضائل لحقاش الفيروس لما كيدخل الدات وكيلقاه ما عندهوش مناعة ضد ذاك الجورتومان كيتتولد بكترة ولكن للقاك ملقاح غايتتولد بكترة تقدر تكون حامل الفيروس وانت في صحة جيدة ولكن ما غايتطرش فيك ولكن يلقاه واحد أخر اللي ما حاملش لقاح غايتطر فيه وغايتتولد وغايتتولي يولي معدي وهنا غايتتخلق النموشكي بالنسبة لفايزر هو الفايزر ما عندنا التشكي نحن ندر واحد دراسة التي نشوفها في كاسيته على حسب الناس الذين استفادوا من هذا الفايزر لانظرا لقنا واحد جوج ديال الناس اللي عندهم ما عندهم شهر المضادة فبالتالي الحمد للله نحن النتائج الأولية جد إيجابية وهذا يبقى تساؤل على ذوك الجوج ديال الأشخاص حيث هم ماشي ما تلقحوش هنا يعدان هاتش اللي كايد اولا القارب العاجي ان شاء الله غادي نعطوه النتائج اليوم دراسات كتقول لك إلى الاختالفنا الناس كنا كتسميه الميكس ماتش كنزيدون بوستة للميونية كنعطوه للميونية واحد تعزيز واحد شحنة أكبر فبالتالي نحن خرجت توصية في هذا الإطار أن الناس اللي داروا أسترازينيكا ولا الناس اللي داروا سينوفارم كيم كلهم في الجرعة الثالثة يعززوها إما بسينوفارم ألا بفايزر على حسب لماذا نقول هذا الجوش؟ لأنهم موجودين عندنا وحتى أسترازينيكا ستقول لهم موجودة ولكن نفضلوا أنه يغيروا